اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم ذكره يا أحبا رشف نور ومغنم اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم ذكره يا أحبا رشف نور ومغنم فيه شهد مصفى فيه قطرات بلسم يملأ الروح بردا وسلاما لتنعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أخواني أخواتي في مستهل لهذه الحلقة من برنامجكم مجالس الذكر حديثنا اليوم عن قواعد في تحصيل الأجور العبد وهو يعمل ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى عينه على الأجر وكلما رأى الأجر الأكثر اتجه إليه وهذا هو المستثمر الذكي الذي يحرص على الأجر على الأجر يعمل ويحرص على الأجر ويحرص على الأجور الكثيرة قضية تحصيل الأجور لها قواعد وهذه القواعد هي حديثنا في هذا اللقاء تحصيل الأجر علامة مميزة عند المسلم يمكن غير المسلم يعمل وعينه على الدنيا ولكن أنت أيها المسلم عينك على الآخرة وعلى الدنيا فإن الأجور منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة وهذا ما يميز المسلم عن غيره الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون هذا الفارق هذه الميزة وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وترجون من الله ما لا يرجون إذن هذه هذا يميز المسلم عن غيره في قضية تحصيل الأجور الأمر الثاني الأجر منة من الله سبحانه وتعالى وليس ثمنا لأعمالنا أنت تصور أحيانا أن يكون العمل يسير جدا كما قلت في إحدى الحلقات يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس أجره أجر حاج أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم العمل يسير والأجر كبير ندرك من خلاله هذه القاعدة الثانية أن الأجر منة من الله سبحانه وتعالى وليس ثمن منة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقنا أصلا لهذا العمل وهو الذي تفضل علينا بهذا الأجر لذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدا منكم لا يدخل أحد أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله إلا برحمة من الله وبالتالي هذه القاعدة مهمة أن لا أن لا يغتر الإنسان بعمله القاعدة الثالثة خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بمضاعفة الأجور من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يزاء إلا مثلها هذه خاصية في هذه الأمة وميزة في هذه الأمة يقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله وسع عليم من قواعد تحصيل الأجور وهي قاعدة مهمة أيضا أن الأجر لا يحصل إلا بالإخلاص يعني العبرة ليست في العمل وإنما العبرة بالإخلاص بما في القلب إنسان يعمل عمل كثير ولكن نيته لغير الله يأتي يوم القيامة ما يجد الأجر والآخر قدم عملا يسيرا ولكنه أخلص في عمله يجد هذا العمل اليسير قد تضاعف وصار شيء عمل كثير من يعلم هذه النية؟ الله سبحانه وتعالى فلا تحمل هم يعني يتصور الإنسان يتصور بعض الناس حينما نتحدث عن النية نتحدث عن شيء صعب لا ما تحتاج إلى شيء صعب ما تحتاج تقول يا رب هذه لك الله سبحانه وتعالى يعلم يعلم أن هذه له وأن هذا العمل لغيره لذا أنصحكم أخواني أخواتي وأنصح نفسي إذا عملنا عمل مما يتقرب به إلى الله فلا نرجو شيئا من غيره سبحانه وتعالى لا يكون رجاؤنا في أحد إلا الله سبحانه وتعالى لا تنتظر ثناء من فلان ولا عطاء من فلان أبدا تعمل هذا العمل وأنت لا تنتظر أن يصفق لك الآخرين ولا أن يثني على عملك الآخرين أبدا عينك على الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا انحرفت هذه النية وقال الإنسان أعمل للناس ولله ذهب العمل لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالشريك معه فهو سبحانه وتعالى واحد فرد صمت جعل هذا العمل كله له سبحانه وتعالى إذن هذه من القواعد المهمة لذا قال الحق سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما هذا هو الذي نؤتيه أجرا عظيما الذي عمل لأجل الله تبارك وتعالى من القواعد الجميلة أن الأجر لا ينقطع عن العامل عند عجزه وهذه نقطة في غاية الأهمية إذ الأجر لا ينقطع عن العامل عند عجزه إنسان له عاد أن يصلي قائما مرض صلى قاعدا يأخذ نفس الأجر إنسان له عاد أن يصوم الأثنين والخميس سنة سنتين ثلاث أربع ثم مرض هذا الإنسان أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين يكتب له الأجر كل يوم أثنين ما صام لكن يكتب له أجر الصيام لأنه إنما تركه لعجزه لهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ألا تشعر ألا تشعر بفضل الله سبحانه وتعالى ألا تشعر بالسعادة يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما لما كان صحيح ومقيم كان يصلي كان يصوم كان يعطي ينفق صار فقير تكتب لها الأجر إذن العاقل هو الذي يتدبر هذه القواعد فإن معرفة هذه القواعد قواعد تحصيل الأجور لا شك أنها تشجع على العمل أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر والثواب إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم ذكره يا أحبا رشف نور ومغنم اذكروا الله وانسوا ما وجدتم من الهم ذكره يا أحبا رشف نور ومغنم فيه شهد مصفى فيه قطرات بلسم يملأ الروح بردا وسلاما لتنعم